السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولم يكنوا في قناة تبخوا معلومة مع أم تسنين الفيديو بتاع دلوقتي يا جماعة تاني ورجعنا لبتوع الروتين الفاضح تاني ورجعنا لبتوع الروتين المؤخرة دول ما فيش معاهم رحمة بعد كده معنا النهاردة يا جماعة الدلوعة الدلوعة بتاعت الروتين البمبوناية زي ما بيقولوا عليها رودي رودي دلوعة الروتين اليوم أنا ببحث كده على التلفون بتاعي زهالي في مواقع البحث أو في السيرشي اللي أنا ببحث عنه يعني آآ إن في حد اسمه رودي بيعمل روتينات يومية نخش نشوف ستة رودي يمكن ستة رودي عملالنا حاجة جديدة ولا عملالنا حاجة حلوة نخش نتعلم منها دخلت الفيديو زي ما دخلت زي ما خرجت ما استفدتش حاجة يا جماعة ما استفدتش أنا ما شفتش حاجة في الفيديو أصلا غير إغراء أو استعراض استعراض في الفيديو هيا تعالني بيعرضوا كل حاجة علن المدام بتطلع لنا بالبيجامات البجامات يا جماعة اللي بتتلبس في البيت للرجالة اللبس اللي بتلبس في البيت للرجالة العبات المنصقوم العريانة العبات الديقة العبات الستان اللي بتحدد كل حاجة تحتها البجامات المنص والبناطيل القصيرة والبناطيل اللي مسكة واعدة تدلع في الفيديوهات ينفع يا مدام ده لبس تخرج تصور بي ينفع البجامة دي نفتح الباب وننزل بها نمشي بها في الشارع لو ينفع ان احنا نمشي بالبجامة دي في الشارع صور بها وإحنا مزعلنين لكن يا جماعة دول بيطلعوا يصوروا بلبس بتاع النوم بتاع الست المفروض بتبقى لبسانة مفيش بنادة مشوفة غير جزء لا دا احنا بنطلع نفتح الفيديو ونصور علني كله علني يا جماعة النهاردة بقى كلام الكل بتوع الروتين يا جماعة انا هاخدوهم لوكشة واحدة كل يوم ملاقيه ما وريش حاجة غير ان shortage طوع الروتيني المؤخرة دول يا جماعة كل يوم ما لناش شغلانة غير دول يعني ما فيش يعني انا الروتيني اليوم ده بقى شغلانة الحاريم الفاضية او الحاريم اللي معندهاش رجالة ولا لها حاكم ولا كسر كل واحدة متطلقة وجوزها هربام منها وجوزها مساف الليبيا جوزها البت بتاعة الصعيد جوزها مساف الليبيا وسايبها وبتصور اه اللي جوزها تنتطلقها اللي جوزها تفشم منها كل يوم واروناش غير الحاريم اللي مش لقي حد يحكمها دي يا جماعة والله يا جماعة نصهم عاملين زي الرجالة ومتقايفين والنص التاني شكلهم وحش انا مش عارفة ايه حكايتكو لو كنتو حلوين اكتر من كده كنتو خربتو الارض كويس انتو مش حلوين اكتر من كده ويطلع يقولك ايه قص دي غيرانا من ننا اللي بتنتكدنا دي غيرانا غيرا اصلي كانتنا ايه اه ما انت كانتك قاعدت اسبوع قناتهم بتقعد اسبوع يا جماعة وتتراجع وينزل عليها الربح ويقبضوا ومش عارف ايه وجولهم مشاهدات وجولهم اشتراكات من جميع الدول العالم مهولان بجسمك انت ست رخيصة انا تعبت عشان قناتي تطلع قاعدت 3-4 سنين ولا وغير قاعد 5 سنين ولا قاعدت سنتين ولا قاعدت سنة تعبنا بس بشرفنا محدش شاف جسمنا لكن اللي بتطلع بعده اسبوع واسبوعين يتفعلها الربح دي وبتعمل روتين بقى فاضح دي بتبقى رخيصة ست رخيصة بتطلع بجسمها ولف وارجع واروح واكلم واقول لكم احنا اللي عملناه احنا اللي عملنا الاشكال دي يا جماعة عشان بنخش نشترك عندها ونخش نعمل لهم لايك ونخش نشاهد لهم يا جماعة والله يا جماعة خشوا شوفوا التعليقات بتاعتهم مسخرة مسخرة بمعنى مسخرة يقول لها قومي بسرعة البسيل للأحمر قومي بسرعة البسيل للأصفر تعالي بسرعة مش عارف يعمل الحركة ايه عملنا الحركة ايه ايه ده واحنا في ايه واحنا في فيديوهات تحفيزية تحت مسمى الروتيني اليوم ولا بنعمل ايه بالزبط في الفيديوهات دي ده غير بقى الصور المصغرة اللي قلتلكوا عليها الزبالة اللي كل مواحدة تيجي تعمل لك وتقول لك الروتيني اليومي قلقاها عاملالي كده مصدرالي كده مصدرالي المؤخرة بتاعتها في الصورة المصغرة وغير العناوين اللي هم بيعملوها الزبالة اللي قلتلكوا برضو عليها اصلي مش عارف الدكر هجم علي اصلي مش عارف مين هج ايه ده ايه العناوين دي هم عارفين ويعملوا العناوين دي عشان يصطادوا نوعية من الناس انا ما قلتلكوا برضو مش كل الناس يا جماعة ومش كل الرجالة بتحب تشوف النوع ده في ناس معينة بتبقى مريضة عندها مرض نفسي هم دول هم دول بتوع بقى بتوع الروتيني اليومي كل واحدة تقول لك اصلا الاسطورة اصلا مش عارف ايه ما انتوا الاسطورة بقى كل واحد بقى دلوقتي بيسمي اسمه على حسب جسمه هو ده بقى الكلام دلوقتي بتوع الروتيني يا جماعة دخلين منافسة والله دخلين منافسة مع بعض دخلين منافسة في مين تبين اكتر او مين تتعرى اكتر او مين امكانياتها تبان اكتر من التانية عشان تجيب مشاهدات اكتر من التانية بقى في صراع اكني في خناقة بينهم وبين بعضيهم انا هبين اكتر عشان اكسب اكتر هو ده شعرهم يا جماعة كل الفلوس اللي انتو بتاخدوها دي الفلوس اللي انتو بتعبوها ادي كده على قلوبكو من الفيديوهات دي حرام في حرام كل الفلوس دي حرام في حرام والقرش الحرام بيطير بيطير بيتبخر يا جماعة والله ما فيه قرش حرام بيقعد ولا بتعملي بيه مصلحة ولا بتجيبي حاجة عدلة ولا لا واخرك برضو زي الموت او الفضيحة زي ما قلتلكو او السجن واحد يا جماعة ما كانش يعرف ان امراتو بتعمل روتينات فاضيحة وبتبين جسمها وبتبين المؤخرة بتاعتها عمل ايه مسك السكينة وغزها فين بقى يا جماعة غزها في المؤخرة بتاعتها اللي هي بتبينها شفتوا يا جماعة ما احنا بنحذر من ايه من الجرائم احنا بنحذر مش بنشجع احنا بنحذر ونقولكو بلاش الغلط عشان اخره غلط بلاش ان انتو تمشي في حاجة غلط عشان اخره غلط في حرام بتعمل الحاجات دي وانا عرفت الناس باسمهم كده ومفاتحين كنوات عاملين الموضوع ده من وراء اهليهم ومن وراء جزها ومن وراء رايبة ومحد الشي عارف عنها حاجة ومخبية والشهب عاملين كل الكلام ده من وراهم يا جماعة انا ما بطلق اعمل الفيديو بقولهم نصيحة بقولك خافي خافي واستكني واعملي ابعدي عن الغلط حتى لو انت ماشي فيه خلاص ممكن انت توب وربنا بيقولك يعني لو لو توبت خلاص بيمحي لك كل الزنوب اللي فاتي عشان برضو الواحد بيقولك خايف من فضيحة خايف من من حابس خايف من حاجة انا بقولكو عشان كده مش هدف من الفيديوهات ان انا اشتمكو او هزاكو لأ بس انا من هدف من الفيديوهات ان الظاهرة دي خلاص بقى الواحد كل ما يخش يشوف كلمة يكتب راه واو يلاقي روتينات بصوا من اكزر ما يمكن كنا بنعيب على المغربة ونقول دا المغربة بيعملوا اكزر الروتينات دا بيعملوا دا بيعملوا المغربة يا جماعة كلهم اللي من ايطاليا واللي كانت في لندن واللي عايشة مش عارف مين انا برضو ما ببرلهمش بس هم بيعملوا روتينات مش كويسة برضو بس اللي بتوا من ايزيز ما حدفش الناس متضطوب يعني ما انا عندي بلوه في بلدي اطلع بقى انا انتقد دلوقتي بقى بقى ساو بتوع الروتينات المغربة بقول لك المصريين غلبوهم الحريم المصريين غلبوا بتوع الروتينات اليوم يا جماعة في الفضايح اللي بتحصل على مواقع السوشيال ميديا كل ما نفتح فيديو نلاقي واحدة مصدران لنا دهراه انت بتعملي اي اي انا خش يا نفس اخش اشوف الفيديو واطلع بمعلومة مفيدة منك ما بلقاش ما بلقاش غير ان انت مصدران لنا جسمك وراحة جاية تستعرض لنا في جسمك وبرضو احنا اللي بنعمل الاشكال دي يا جماعة ووراهم واحدة واحدة لغاية ما توبهم وما قدرتش اتوبهم بقى وقفلوا للقناة انتوا بقى يبقوا بقى ادعول يا جماعة بس انا ما بخافش من حد وزي ما قلتلكم ببعض فيها انظاروا ببعض بيبعضتوا لي على طول شتيمة وبعضتوا لي تعليقات مش محترمة انا باعرف ان انا ماشية صاح ليه مانا لو واحدة منهم ايقول لي ايه خدي بوسة خدي بوسة والبس ان انا مش عارف ايه لكن انا مش واحدة منهم يا جماعة انا مستنية رأيكم في التعليقات على الفيديو داي رب الفيديو اجب كل عجبكم افتنسوا الشي اللايك يا جماعة